استضافت الأمم المتحدة بجنف مؤتمرا دوليا حول اليمن بمشاركة المملكة والتي تعتبر أكبر المانحين في الأمم المتحدة والدعمين للقضايا الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة بدورها على ندعان سعيها للحصول على 4 مليار و 300 مليون دولار لدعم خطتها الإنسانية في اليمن خلال العام 2022 المملكة أكدت دعمها المتواصل للشعب اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن وأن الحل السياسي هو الأمثل للأزمة مؤتمر جنيف أدان الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة وتقويدها لأمن المنطقة حرصا من المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني الشقيق فلقد قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على 19 مليار دولار أمريكي هم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية وتصدرت المملكة الدول المانحة لليمن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بلغت حتى الآن مليار وثلاثمائة مليون دولار سيخصص جزءا كبيرا منها إلى دعم عملية السلام التي تستند على المرجعيات الثلاث المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة في الأمم المتحدة والأكثر استجابة للقضايا الإنسانية خاصة قضايا اليمن طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف ترجمة نانسي قنقر